عبد الرحمن واقل السيد حليقة سنة 3 اعدادي 15 سنة انا حاليا ما بروحش المدرسة طبعا عشان ظروفي لكن بروح ايام الامتحانات فقط لغير عبد الرحمن طبعا احنا اكتشفناه وعنده 6 شهور هو سي بي تبدأني نتاجه نشوف سي بي نظامه ايه لازم اتعامل معه ازاي طبعا لازم رحلة علاق طبيعي يوميا عشان اقدر يقدر العضلات بتاعته تستجيب معنا بدأنا طبعا علاج وظيفي بدأنا نشوف مهارات الحياة بتاعته هتمشي ازاي حياته هيمشي ازاي يوميا لان ده شيء قائم معايا طول العمر يعني والحمد لله ربنا وفقناه ان احنا ماشيين معاه في العلاج الطبيعي وفي العلاج الوظيفي انا بصحى الصبح بافتر وباخد اللاج الطبيعي بتاعي وبعد كده بذاكر وبعد كده لو فيه وقت فراغ فاضل بلعب شوية بروح النادي بقابل اصدقائي في الموسيقى بنتجمع هناك انا بحب عبد الرحمن وعلا طول معاه لطول وبساعده في اللي هو عايزه بنحب بعضه وعلا طول بيساعدني وبيحبني ممكن يشوح لي حاجة مثلا في الدراسة انا مش فاهمة في الدراسات في العربي حاجات كده يعني يعني ساعد بنتفرج على تيفيزيون او بنعب اكس بوكس مع بعض دي يعني وبغلبه يعني في الكرة يعني لما بحقق مداليات او بيبقى بيبقى الجاي بمداليات عالضحون بيفرح وبياخدها ويلبسها ويحبها يعني اللي حببني في الموسيقى اولا كان دكتور اللي لاجت طبيعي بتاعي وهو اللي لفضل ان انا تعرفت على دكتور راجي هو الموضوع كله بدأ السن معي من حوالي خمس او ست سنين كنت بدرب موسيقى في بنادي السيد فارع بروسعيد واجات لي استاذة سامي مطر تعرض علي ولد هو ابن اختها ومعندها هي عندها مؤسسة بتاعت رعاية زاوي قدرت خاصة ماجد كان ده بداية المدوة ده كان نتوحد وكان هايبر فجاد تتكلم معي ان احنا ازاي نعمله يعني موسيقى ونعلمه بها حاجات كتير في حياته مهم طبعا ان كنت انا يعني اول ما شفته كنت انا اول تعامل ليا مع مع زاوي الاحتجاج مش مدرك ان فيه ناس بالمنظر دوت او او ناس تقدر يعني ناس كلها احنا مع الاسف يعني الثقافة بتاعتنا احنا ما نعرفش الناس دي عايش ازاي ولا جم منين ولا تشخيص بتاعهم عمل ازاي ولا زاي نتعامل معاهم هي صعوبات كتير جدا طبعا بداية من اول ما اكتشفنا صعوبات ان احنا نبتدي اصلا نتعامل معاه ازاي ما كنتش لسا عارف ازاي اتعامل معاه ازاي اقدر اوصله المرحلة انه هو يبقى بقدر الامكان شخص طبيعي في الحياة طبعا عشان هو حركي فالحركة بالنسباله فيها صعوبة جدا فحياتنا اليومية فيها صعوبة في حركته بس بنحاول نتعامل معاها مع العلاج الطبيعي انه هو يبتدي ولو بيتسند يمشي بالمشاية او على الوليتشير بتاعه يعني بنحاول نقضي الحياة وربنا بيعنا وبيساعدنا الحمدلله لما دقت اخش في الموضوع ده بعدها نقشت دكتوراه فبيطلب مننا بعد كده ابحاث فحبيت ان انا اوثق بقى العمل بتاعي ببحث فاعات ادور على انا اشتغل بيانو طب البيانو ده هنعمل في ايه طب الوقت هذا المفروض دوت اوظف البيانو في علاج حالات بالموضوع دوت مهم لقيت ان الموضوع هو السي بي اللي هو الشل الدماغي ده اللي كان فيه الحاجة اللي انا بدور عليها بدأت اعرف الموضوع دوت ووصلت بقى لدكتور محمد اللي هو اللي عرفني على عبد الرحمن بدلت احضر معه جلسات علاج طبيعي وشوف بقى الحركة بتعته طبعا عبد الرحمن كان الحمدلله يعني السي بي مع الاسف لما بيجيله الموضوع دوت بيجيله دايما ايه حركي في ناس مع انتاخر عقلي حركي حاجة في عينيه حركي طبعا الموضوع اللي اتو ايه الحمدلله عبد الرحمن اي كيو بتاعه مزبوط مع سنه في المدرسة فده كان حاجة جميلة جداً وساعدتني بشكل جميل جداً في أنه يستوعب كل حاجة بتحصل معها طبعاً دخل سن المدارس دخل الحمد لله طبيعي عادي في مدرسة عادية جداً بس دمج والحمد لله ماشي في الامتحانات وماشي في الدراسة وربنا يسرها في الاعدادية وربنا يسره بقيت طريقه إن شاء الله في حياته اتعرفت على الدكتور راجي اللي أنا بفضله قاعد دلوقتي قدام حضرتك ودلوقتي شغال مع دكتور راجي وكنت كسبت معها جايزة الثالث مسابقة موسيقية 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 لماذا عبد الرحمن لا يحرك إيده حرك إيده بالعافية هنا بقى وصلت لحاجة طبعاً أنا عارف إن فيه غيري وصلها كتير بس أنا يمكن الحاجة اللي لفتت نظري بالأخص في النظر دوت إحنا الوقت عايزين نحرك عبد الرحمن عشان يحصل تدريب لأن العضار بتاعته تكاد تكون في شكل ضمور أنا هحرك إيده إزاي من غير صوت أنا بتحرك إيدك بس كده بتمريم بالعد حتى لو مشغله موسيقية في الخلفية لأن الموضوع مملي جداً ومتعب جاءت للفكرة من كتبت فرق على اليوتيوب عادي ولقيت فيه سلم متحرك وسلم سابت جنب بعض كان في مترو جم الناس حطوا وعملوا فكرة بالليل وراحوا عملينا على السلم السابت ده درغات بيانو والسلم متحرك طبعاً الناس كلها في الطبيعة بتطلع على السلم متحرك لما حطينا إحنا درغات البيانو كله بقى الفضول أخده إن يحرك رجليه على البيانو وبعد يوم اثنين الناس تحولت كلها من على السلم المتحرك بقى كل يطلع على البيانو ورغم أن البيانو أنت وانت طلع بتعمل نشاز أنت بتدوس على نغمات غريبة وانت طلع واحد غيرك نازل فيه جيش بيتحرك بس الحركة بصوت كانت مؤثرة جداً وكانت بتجذب الإنسان للحركة دي من ساعتها بقى أخدت الفكرة وروحت عملت مع عبد الرحمن إن أنا هحرك إيده بصوت على البيانو إزاي رفع أنا إيدي على البيانو أصلاً أرفع إيدي بالفترة دي كده بالمنظر ده إن أنا حمل على مفصل الكتف كده في التمرين بنعد لحد عشرة لحد خمسة شهر ورد التوقع تكلموني أنا برفعها عشان عزف كده أنت أخدت تركيزه إن يبدأ إي عزف بدلاً ما يبقى عشر عدات أو عشر ثواني أو خمسة شهر ثانية موضوع كبير معه بين عشرين ثانية شوية إيد الشمال القتين فيه جهاز عندنا ده موجود عندنا في الموسيقى ده مع الأسف مش موجود في مصر يمكن جاء مؤخراً ده للتدريب الصوابع بالمناسبة لا يوجد أي جهاز من أجهزة اللي هي الحاجات الحركية كلها في التأهيل كلها عاماتاً فيه تأهيل حركي للزراع للقدم للظهر للوسط لكن ما فيش حاجة للصوابع البيانو هو أكثر حاجة أنت بتعرف منها كلها فمن ساعتها بأخدت الموضوع بدا أبدأ مع عبد الرحمن في أن أرفع إيده أساساً تناولتها بالنسبة على عبد الرحمن وأعطت تتكر بقى تمارين إزاي إحنا نعمل تمارين لأن إحنا لما أنا بحرق صوابع كده أنا أريد لي مش بحرق إيده يعني الكنترول كله خارج من مخي فإنت إزاي مخك يحس إن فيه صوابع معين أنت بتتعلم به ويبدأ الأردر يجي لك المخ ينزل للصوابع عشان يحرك النغمة معينة طبعاً عندما تعمل النغمة بيبدأ أنت بقى المخ يستصار أن أنا أعزف نغمة 2-3 طبعاً من المقطوع فتبص لنفسك بعد فترة أعدت على البيانو فترة كبيرة وأعزفت أنت في الآخر بقى أنا مش هدفي هنا على العصف أنا هدف أن عبد الرحمن يبدأ الفترة إذا يعمل كده ده تدريب في حد ذاته صوابع أعدنا ناخد بقى من هنا لحد نفس الكوع لحد ده لحد ما وصلنا لإيه لحية الصوابع وربنا سهل أحلم بإني إن شاء الله يعني أعلى بالموسيقى أكتر من كده وأعلى بنفسي أكتر من كده إن شاء الله بقى فكر يعني أنا محدد أن أخش كلية أعلام بإذن الله نفسي يعمل كل اللي هو عايزه ويخش يبقى إسئل إعلام